أنا مهتمة في معرفة كم مقدار تسارع الطيار أو الطيار داخل الطائرة عندما يقوم بالتجربة عندما يريد الإقلاع من حاملات الطائرات حيث أنني أنظر لبعض الإحصائيات على الإنترنت هنا صورة لFA18 إنها تقلع بسرعة 260 كم لكل ساعة إذا أردنا أن تكون تلك السرعة 260 كم لكل ساعة في ذلك الاتجاه إذا انطلقت من هذه الطبقة الحاملة لطائرات وقد نظرت إليها ووجدت طول المسار لأن هذه الطائرات لا تقلع فقط من القوى الخاصة بها إنها لديها المحركات الخاصة بها لكنها أيضا تقذف للخارج وبالتالي هي في الواقع تتسارع بسرعة عند خروجها من مقزورة القيادة من حاملات الطائرات وطول المدرج الناقل حوالي 80 متر إذن هنا من حيث يتم الإقلاع من المكان الذي تقلع منه وثم إنها تعود وتهبط هنا ولكن أنا مهتمة في الإقلاع إذن للقيام بذلك دعنا نجد التسارع ومن ذلك يمكننا أن نجد كم الفترة التي تستغرقها القذف بها من هذا المدرج إذن دعني أحصل على الأرقام من مكان واحد إذن سرعة الإقلاع يجب أن تساوي 260 كيلومتر لكل ساعة دعني أكتب ذلك في الأسفل إذن تلك ستكون السرعة عند هبوط الطائرة إذن ستكون السرعة الابتدائية تساوي الصفر ومرة أخرى سوف أستعمل الاتفاق بأن الاتجاه المتجه هو ضمني الموجب يعني أذهب باتجاه الإقلاع وسالب يعني أذهب في الاتجاه الآخر إذن السرعة الابتدائية تساوي صفراً سوف أدل عليها بمتجه هنا والسرعة النهائية هنا يجب أن تكون 260 كيلومتر لكل ساعة وأريد أن أحول كل شيء لوحدة المتر وثانية بهدف الحصول على الأقل المتر يمكنني استعمال طول المصار في المتر إذن دعني أقوم بوحدة أسهل أنا أشعر بأنها ستكون أسهل للفهم عندما نتحدث عن تسارع باستخدام هذه الوحدات إذن إذا أردنا أن نحول هذه إلى ثواني يجب سوف نضع ساعات في البسط إذن هذه تلغى مع هذه وتساوي هذه 3600 ثانية وسوف أكتب بالضبط 3600 ثانية إذن إذا أردنا أن نحول هذا يوجد لدينا ألف متر يساوي واحد كيلومتر وهذه واحد كيلومتر سوف تلغى مع هذه الموجودة هنا وعندما تفعل أي نوع من تحليل هذه الأبعاد أنت حقا يجب أن تكون مدرك لهذه إذن إذا كنت أتحرك بـ 260 كيلومتر لكل ساعة يجب أن أذهب أقل بكثير لأن الثانية أقل من الزمن المستغرق إذن الكيلومترات في الساعة هنا يجب أن تكون الكثير الكثير من الأمتار في نفس الوقت ولهذا السبب ضربنا هذا بألف وهذه تلغى الساعة تلغى وكيلومتر يجب أن يلغى ويوجد لدينا 260 ضرب ألف مقسوم على 3600 متر لكل ثانية إذن دعني أحضر الآلة الحاسبة ونحسب هذا إذن يوجد لدي 260 ضرب ألف تقسيم 3600 إذن يوجد لدي 260 ضرب ألف تقسيم 3600 ونحصل على حوالي 72 سوف أفرض هنا 72 متر لكل ثانية إذن ما فعلته هنا هو تحويل سرعة الإقلاع إذن هذه 72 متر لكل ثانية هذه سوف تكون السرعة النهائية ومن ثم سنجد التسارع إذن دعنا نفكر ماذا يجب أن يكون التسارع بإعطائك طول المصار وسوف نفرض التسارع ثابت هنا ونبسط ذلك قليلاً ولكن ماذا يجب أن يكون التسارع؟ ذلك التسارع ثابت دعنا نفكر قليلاً به التسارع الكلي سوف أفعل ذلك بالرجواني الإزاحة الكلية سوف تكون تساوي معدل السرعة بينما أن نتسارع ضرب التغير في الزمن أو مقدار الزمن دلتا تي الذي نأخذه لنتسارع الآن ما معدل السرعة هنا؟ إنها السرعة الابتدائية زائد السرعة النهائية مقسومة على إثنان إنه معدل التغير في السرعة ونستطيع فقط فعل ذلك إذا كنا نتعامل مع تسارع ثابت وما مقدار التغير في الزمن هنا؟ ما مقدار التغير في الزمن؟ جيد مقدار التغير في الزمن كم الزمن الذي نستغرقه حتى نحصل على تلك السرعة طريقة أخرى لتفكير بالأمر هو مقدار التغير في السرعة مقسوم على التسارع إذن إذا حولنا الحصول على 10 متر لكل ثانية أو نحاول الحصول على مقدار أسرع 10 متر لكل ثانية ونحن نتسارع بمقدار 2 متر لكل ثانية تربيع ذلك سوف يساوي 5 إذن نحن نعلم أن التسارع يساوي التسارع يساوي أتغير في السرعة مقسومة على الزمن أنت تضرب كلا أطرفين في تغير في الزمن وسوف نقسم كلا أطرفين على التسارع إذن دعنا نقوم بذلك دعنا نضرب كلا أطرفين بالزمن ضرب كلا أطرفين بالتغير في الزمن على التسارع وسوف نحصل هذه تلغى وبعدها هذه تلغى ويوجد لديك تغير في الزمن يساوي تغير في السرعة مقسومة على التسارع التغير في السرعة مقسومة على التسارع إذن ما مقدر التغير في السرعة؟ التغير في السرعة ذلك سوف يكون التغير في السرعة مقسومة على التسارع التغير في السرعة هو نفس الشيء السرعة النهائية نقص السرعة الإبتدائية وكلها تقسيم التسارع إذن هذا الجزء لدلتا تي يمكن إعادة كتابته السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية تقسيم التسارع وسوف نفعل قليل من الاشتقاقات البسيطة هنا في الواقع سوف تعطيك نتيجة إذا كنت أتعامل مع هذه الرياضيات وكتبت برموز كتبت بطريقة أكبر قليلا لكن أرى كتبتي أصغر الإزاحي يمكن أن يعبر عنها ناتجة من هذين الشيئين وما هو الممتع في هذا دعني أكتب في هذه الطريقة إذن هذه السرعة النهائية زائد السرعة الابتدائية ضرب السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية كل ذلك تقسيم اثنان ضرب التسارع لقد فرضنا أنه تسارع ثابت ومن المحتمل أنك تتذكر في صف علم الجبر هذه تأخذ الشكل بي زائد اي ضرب بي ناقص اي إذن هذه تساوي يمكن ضربها بالخارج ويمكنك مراجعة قائمة علم الجبر كيف أن نضاعف اثنين من أثنائيات مثل هذه لكن هذا البسط هنا سوف أكتبها بالأزرق سوف تكون مربع السرعة النهائية ناقص مربع السرعة الابتدائية هذا فرق بين مربعين ويمكن أن تكون مجموع الرمزين الاثنين ضرب ضرب الفرق بين الرمزين إذا ضربناهما سوف نحصل على ذلك الشيء الموجود هنا مقسوم على اثنان ضرب التسارع الآن من المثير هنا أننا قادرين على اشتقاق صيغاء نتعامل فيها مع الإزاحة السرعة النهائية السرعة الابتدائية والتسارع ونحن نعلم كل هذه الأشياء معدى التسارع نحن نعلم أن الإزاحة 80 متر نعلم أن هذه 80 متر ونعلم أن السرعة بالضبط وقد ربعناها نعلم أن السرعة النهائية هي 72 متر لكل ثانية 72 متر لكل ثانية ونحن نعلم أن السرعة الابتدائية هي 0 متر لكل ثانية وبالتالي يمكن استخدام كل هذه المعلومات لإيجاد التسارع وربما شاهدت هذه الصيغة من قبل الإزاحة أحيانا تسمى مسافة إذن نحن في الواقع نفكر في الكميات القياسية في المقدار كل هذه الأشياء للبحث في هذا الفيديو نحن نتعامل فقط في بعدين واحد لكن أحيانا سوف تراها مكتوبة هكذا أحيانا أنت تضرب كل أطرفين بإثنان ضرب التسارع وسوف تحصل على شيء مثل هذا إذن إثنان ضرب مقدار التسارع ضرب مقدار الإزاحة والتي هي نفس الإزاحة إنها تساوي السرعة النهائية مقدار السرعة النهائية مقدار مربع السرعة النهائية ناقص مربع السرعة الابتدائية ناقص مربع السرعة الابتدائية أو أحيانا في بعض الكتب سوف تكتب 2AD إنها سوف تساوي V تربيع V final تربيع ناقص V initial تربيع هذه مشتقة الإزاحة، اشتقام من الإزاحة وإذا أردت يمكن القول أن هذه تساوي المسافة وتساوي معدل السرعة الضرب التغير في الزمن إذن لقد قمنا باشتقاق النوع من الصياغ التي لم نشتقها من قبل في حصص الفيزياء لكن دعنا نستعملها في إيجاد تسارع الطيار عندما كان ينقلع من حاملات الطائرات إذن يوجد لدينا 2 ضرب التسارع 2 ضرب التسارع ضرب المسافة وذلك يساوي 80 ضرب 80 متر وسوف تكون تساوي مربع السرعة النهائية ما مقدار السرعة النهائية 72 متر لكل ثانية إذن مربع 72 متر لكل ثانية ناقص السرعة الإبتدائية إذن السرعة الإبتدائية في هذه الحالة الصفر إنها سوف تكون سالب مربع الصفر والذي سوف يكون صفر وبالتالي سنكتب هذا في الأسفل إذن لإيجاد التسارع يجب عليك قسمة إذن هذه نفس الشيء 160 جيد وذعنا نقسم كل الطرفين على 2 ضرب 80 إذن التسارع يساوي 72 متر لكل ثانية تربيع تقسيم 2 ضرب 80 تقسيم 2 ضرب 80 وسوف أكتب هذا بلون مختلف إنها سوف تكون 72 تقسيم 160 ضرب يوجد لدينا في الباست يوجد لدينا في الباست مربع المتر مقسوم على مربع الثانية لقد ربعنا الوحدة قمنا بالقسمة على متر وسوف أفعل ذلك بالأزرق هذا ضرب 1 تقسيم متر لأنه لدينا هنا متر وسوف نحصل على مربع المتر مقسوم على المتر وهذه سوف تلغى متر لكل مربع الثانية إذن دعنا نحضر الآلة الحاسبة لنحسب التسارع بالضبط إذن يجب أن نأخذ هذه مربع الثانية وسبعون دعني أكتب هذا في الأسفل هذه سوف تكون تكون 72 تربيع تقسيم 160 إذن يوجد لدينا يمكننا استعمال الرقم الأصلي هنا الذي حسبناه إذن دعنا نرابع ذلك ونقسمه على 160 بالقسم على 160 سوف نحصل على رقمين كبيرين حصلنا على 33 حصلنا على التسارع إذن التسارع يساوي 33 متر لكل ثانية تربيع وهذا يعطينا فكرة كم التسارع إذا كنت في حالة سقوط حر فوق الأرض وقوة الجاذبية الأرضية سوف تسارعك إذن جي سوف تكون 9.8 بالعشر متر لكل ثانية تربيع إذن ذلك يسارعك ثلاثة أضعاف أكثر من أكثر من من التسارع الذي تمنحك إياها الأرض إذا قفزت أو سقطت من أعلى وطريقة أخرى لتفكير في ذلك القوة ونحن لم نفعل الكثير عن القوة وسوف نتكلم بعمق عنها إذن الطيار سوف يجرب قوة مقدارها ثلاثة أضعاف القوة من الجاذبية أكثر من ثلاثة جي ثلاثة جي سوف تكون ثلاثون تقريبا ثلاثون متر لكل ثانية تربيع وهذه أكثر إذن ذلك قياسا إلى ما سيشعر به الطيار جيد هذا الكرسي هنا دعونا نقول أن هذا الكرسي كرسي الطيار إذن هذا الكرسي كرسيه وهو يجلس على الكرسي دعني أبذل ما بوسعي لرسمه يجلس على الكرسي إذن إذن يجلس على الكرسي وتحلق الطائرة وهذا الطيار سيشعر بالكوة القوة التي يشعر بها عندما يتسارع للأمام سيشعر بمقدار ثلاثة وثلاثون متر لكل مربع ثانية إذن سوف يشعر كثيرا كما لو أنه كان مستلقيا على سطح الكوكب ولكنه كان ثلاثة مرات أثقل وكأنه ثلاثة مرات أثقل مما إذا كان يستلقي على الأرض ولكن حسنا إذا كنت أنت مستلقي على الأرض هذا قدمك وهذا وجهك وهذه يدك دعني أرسم يدك إذن إذا كان هناك شخصين فوقك تقريبا يعطيك شعور العام ذلك كيف سيشعر الطيار أكثر قليلا وكأنه أثقل بثلاثة أضعف وزنه إذن إذا كنت تستلقي على أشاطئ أو شيء هذا فإنك ستشعر بثقلك ولكن إذا كنت تتسارع داخل طائرة فسوف تتسارع بمقدار ثلاثة أضعاف دعنا نسأل أنفسنا الآن ما الفترة اللازمة حتى يقلع هو يتسارع بمقدار ثلاث وثلاثون متر لكل ثانية كم سوف تأخذ حتى تصل من صفر إلى اثنان وسبعون متر لكل ثانية إذن بعد ثانية واحدة سوف تكون ثلاث وثلاث متر بعد ثانيتين سوف تكون ستة وستون متر لكل ثانية ذلك أنها سوف تأخذ ذلك أنها سوف تأخذ أكثر من اثنان ثانية أكثر قليلا من اثنان ثانية ويمكن حسابها بالضبط إذا أخذنا 72 متر على ثلاث وثلاث إنها سوف تأخذ 2.18 بالمئة ثانية تقريبا إلى أن تنطلق من حاملات النواقل